إسرائيل تسعى إلى نقض وإلغاء جميع اتفاقاتها مع الفلسطينيين برعاية دولية كما ترمي إلى فرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية لاستكمال مشروعها الاستيطاني هكذا ردت السلطة الفلسطينية على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو عدم التجديد لبقاء البعثة الدولية المؤقتة في الخليل نحن نقول للمجتمع الدولي عليكم أن تتحركوا ونقول للمنظمات الدولية العاملة في فلسطين عليكم أن تتحركوا وأن تملأوا هذا الفراغ ونقول لمواطننا الفلسطيني عليك أن توثق بنفسك هذه الجرائم السلطة طالبت عبر مسؤوليها في الأمم المتحدة بإيجاد آليات فورية لتنفيذ قرار الحماية الدولية للفلسطينيين رغم أن البعثة الدولية في الخليل لم تمنع الكثير من جرائم الاحتلال إلا أن الفلسطينيين يدركون أن عدم التجديد لمهامها سيعني بالضرورة نية إسرائيلية مبيتة لمزيد من الاعتداء على المدينة وسكانها بعثة الحضور الدولي المؤقت في الخليل جاءت في ظل اتفاق دولي فلسطيني إسرائيلي بعد مجزرة الحرام الإبراهيمي عام 1994 التي استشهد فيها 29 فلسطينيا أثناء أدائهم صلاة الفجر وكان هدفها توثق اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين نحن نخشى من هذا القرار ونرى به أنه محاولة للتصعيد أو بداية خطوات تصعيدية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي برغم أن مهمة البعثة لم تتجاوز التوثيق والمراقبة وتنفيذ بعض المشاريع الإنسانية في المدينة فإن إسرائيل لطالما اتهمتها بالانحياز للفلسطينيين وسعت منذ البداية إلى إنهاء عملها نسل سلمي رام الله الميادين